مرة تانية أهلا بيكو وطبعا احنا تقريبا مصر أو أغلب الناس مهتمة بملف السياحة ودايما نفسنا أن حركة السياحة تزداد وترجع لمكانة عليه بل أقوى مما كانت عليه وعندنا في مصر يعني أماكن سياحية بحرية تقريبا مش موجود زيها في العالم زي الغردقة وزي شرم الشيخ ومن أهم الجوالات البحرية اللي بتتم سواء كانت سياحة خارجية أي يعني سواء جايين من الخارج مصر أو سياحة داخلية من خلال المصريين بتكون الجولة البحرية الجولة البحرية اللي بتكون من خلال ياخد بحري بيطلع لمدة يوم لمدة يومين بتكون جولة منها اللي عايز يغطس بيغطس اللي عايز يصطاد أحيانا في الأماكن المصرح طبعا بالصيد فيها اللي عايز يعمل كل الرياضات البحرية بيعملها من خلال اليخوت اللي موجودة في الغردقة صدر قرار مفاجئ تخيل كده نحن لسه بنتكلم في تعديل وزاري وعندنا يعني وزارة بيئة برضو بتتحدث عن نفسها تخيل أن الياخت ده بيتم تأجيله مثلا في اليوم بقيمة ما وليكن مثلا ألف جنيه بيطلع لي عشرة من سبعة لعشرة وزارة البيئة عاملة قرار عايزة تاخد من كل ياخت هيطلع لرحلة مش عارف كم دولار تمانين دولار تقريبا أو سبعين دولار وعلى كل واحد سبعة دولار ده هيخلي سعر تكلفة الرحلة أضعاف طب هل ده في مصلحة السياحة؟ هل ده في مصلحة شركات السياحة؟ خلينا ناخد معانا دلوقتي على التليفون معانا الأستاذ أشرف الأستاذ أشرف كامل وهو رئيس شركة هابي دولفن السياحية وعضو غرفة السياحة بيئة الغرداء أستاذ أشرف مساء الخير مساء الخير يا فن قولي يعني القرار ده انتوا تفاجئتوا بيه ولا كان عندكوا يعني اختار بيه مسبقا لا أولا احنا طبعا القرار داننا مفاجئ تماما من حوالي أربع شهور السيدة الفاضيلة وزيرك الجيئة أصدار القرار بعمل رسوم على منطقتين في البحر الأحمر هي منطقة الفنوس ومنطقة العرق دول مناطق بيزر فيم الدولفن فقالوا ان هم هيعملوا رسوم على اللي هيروح المنطقة دي على الفرد حوالي عشرة دولار على الفرد؟ عشرة دولار ما شاء الله تمام فطبعا احنا طبعا كأصحاب مجال هنا ونرى ما جمعا كلام ده لازم الأول إبقى فيه حوار مجتمعي وتعرفوا هل فيه إمكانية أن احنا الكلام ده يتنفذ مع الزبون ولا لا لأن احنا طبعا لما بنجي ناخد أي رسوم على الزبون لازم أقول حاجة أبص للأسواق المنافسة جنبي أبص للعدد الزبان والعرض والصلب اللي موجود تمام لازم أحسب الحاجات دي كلها قبل ما أخذ أي خطرة زي تلك النقطة الثانية الأهم لازم أبص للخدمات اللي بتقدمها وزارة البيئة للقطاع عشان الكطاع المتقبل أي رسوم هتتفرد عليه تمام احنا أول مرة نسمع حاجة عن وزارة البيئة فوجئنا بالرسوم يعني بخال أن أنت أول بداية علاقاتنا بوزارة البيئة أن أنا أفرض عليك وصول ده جانب يعني اللي احنا بنرد على شاشة دلوقتي ده جانب من يعني الجماعية العمومية اللي حضرتها كأصحاب شركات وعضاء غربة سياحة أعتقد أن أنتوا لازلتوا مجتمعين إلى اللحظة دي يعني وأنت بتكلمنا حضرتك في الاجتماع تقريبا احنا لسه مجتمعين حتى الآن احنا دلوقتي المشكلة كلها أن القرار اللي تلع اللي هو بفرض حوالي عشرة دولار على الزجون محدش طبعا مننا قلنا خلاص احنا كده كده مش نود المنطقتين دول فالكلام ده كان في العيد الصغير القرار ده صدر فمن الحاجات الكومودية القرار ده صدر يوم الوقفة وكان المفروض يتطبق يوم الايد يعني اللي هو أصلا أجازة أصلا رسمية وما كناش عارفين حتى لقى إليه التنفيذ القرار ولا مين اللي هيحصل الفنوس ولا دين هتم ازاي فده بيبقى إليه حضرتك أن لازم القرار الأول يخضع لدراسة مش قرار بيستخده خلاص دي كانت النقطة الأولى نقطة الثانية طبعا احنا انتنعنا أن نود منطقة العرق أو الفنوس تمام عدد قليلة جدا اللي هي كانت بتروح في ناكس وقعنا بعد ثلاث شهور أن القرار قالك أنها يتم تطبيق القرار على أي زبون يروح المحميات اللي هي محددها وزارة البيئة الخرايط اللي انطلعها وزارة البيئة محددها المحميات ودي خرايط طالعة من عندهم فقلنا من حق الدولة أن هي تعمل ضريبة على المحمية بس تتناسب مع طبيعي وجودة الزبون اللي جاي ما أنا نهاردة بتعمل مع جنسية عاملة ازاي والسجون بيجي عندي بكام عشان أقدر أفرد عليه رسوم تمام؟ صحيح آه يعني أنا النهاردة الأول عشان أقدر أفرد على رسوم لازم يكون شغال قوي جدا عليها طلب جميد جدا فأقدر أفرد اللي أنا عايزه وكده كده لو حصل عندي كان سالة مثلا العشرة في المائة خمساشة في المائة الخمسة وتمانين في المائة التانين هيغطوا الكطاع لكن إحنا فجئنا إن القرار بدل ما يتطبع على المحميات يتطبع على البحر كله الله يعني تعميم القرار على أي رحلة أي رحلة بحديث أي حد يطلع البحر دلوقتي لازم يدفع يعني وإنت طالما على رسيفة حسبت عليك القيمة المضافة اللي حسبوها دي ده الأسوأ بقى يا فانديم إنهما لما عملوا القرار عملوا على الزبون وعى المركب فإحنا يعني النهاردة الزبون اتفرض عليه خمسة دولار أي زبون أجنبي يطلع على البحر المفروض يدفع خمسة دولار يطلع أي حتة في البحر يعني دي من أنت النهاردة عندك محميات أنت محددها فلو عايد تاخد فلوس خد على المحميات بس ما تاخدش على البحر كله وعلى المركب اللي هينئين الزبون المفروض متواصف من ثلاثين لخمسين دولار على حسب طول اللانش هي عشرين أربعين ستين على حسب أطوال اللانش طيب أنتو النهاردة كجمعية عمومية يعني وصلتوا لإيه من القرارات أو توصيات أو نوين تكملوا إزاي؟ نحن النهاردة كجمعية عمومية نحن طبعا النهاردة رفضين تماما أن نحن ندفع الرسوم من غير أولا لازم يكون في حوار مجتمعي نشوف النهاردة الكطاع هل فعلا عنده الإمكانية أن هو يتحمل الرسوم دي ولا لا؟ تمام ولازم يجوا يتناقشوا معنا ويشوفوا الواقع بعينهم النهاردة يقدروا يعرفوا عدد الزبان اللي بتطلع البحر في الفترة نحن النهاردة دلوقتي في صورات تنى في العالم كله شغال وإحنا عندنا عدد الزبان اللي موجودة في الفنادق فعلا اللي بيطلع منهم رحلات قليل جدا فالنهاردة أنا لما هاجه هطبق عليه الرسوم دي الزبون بيسأل يعني إيه الرسوم دي يعني إحنا لما بيجي نطلب من الزبان قولوا انت هتتفع سبعة دولار عشان تطلع أي رحلة تمام اللي هي الاثنين دولار بتاعت المركب والخمسة بيقولك أنا هتفع ده مقابل إيه هتفع مقابل إيه هل انت يا وزارة البيئة مثلا الأول كان المفروض ان انت كدها تعملي الخطة عامة تقديم خدمات للكطاع على سبيل المثال مثلا المفروض ان احنا في أي وقفة شعب بيجي نقافها تمام عشان الزبان بتقوم المفروض ان البيئة بتبقى مجهزة لنا حاجة مع المنتا اللي المركب بيربط فيها فتخيل خضرتك ان احنا في البحر ممكن تلاقي عشر او خمسة اللان شربتين في منتا واحدة في حبل واحد تمام واللي بيخلص الاول بيبقى الزبون في المية ويدور المكان بتاعته ويدور مركبه عايز يطلع هو خلص بالدور تخيل ان هو بيطلع بالمكان بتاعته والزبون بيبقى في المية ففاخترة جدا عن الزبون النهاردة كان يبقىولك وزارة البيئة النهاردة قبل ما فكر في الكلام ده اقوله ان انا النهاردة ابدأ اقدم خدمات للقطاع اللي هو فعلا محتاج لخدمات كتيرة جدا الخدمات دي انا كفردة او كشاركة مقدرش عملها لان دي لها تطرف كتير طبعا وده شغل يعني يكاد يكون مؤسسي اكتر منه فردي انا بشكرك قطوة صبرين كامل رئيس شركة هابي دولفن للسياحة بالغرداء وعضو الغرفة السياحية بالغرداء وكنا بنتكلم في مشكلة يمكن ان تكون احد المعاوقات للسياحة في الفترة القادمة نتمنى تزليل هذه يعني الاعاقة واعادة النظر في هذا القرار وعمل حوار مجتمعي